اسم التجربة أين يحدث التصادم؟ الهدف من التجربة معرفة العلاقة بين سرعة السيارتين والمسافة عند التصادم عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر من تكسر السيارات أدوات التجربة لعبتا سيارتان تتحركان ببطء مسترة مترية ساعة وقف قلم تخطيط خطوات إجراء التجربة نقيس مسافة مقدارها متر واحد ثم نضع خط بداية وخط نهاية بوساطة قلم التخطيط نضع السيارة خلف خط البداية ببضعة سنتيمترات ثم نطلقها بالتزامن مع ضبط ساعة الوقف عند مرورها من خط البداية ووصولها إلى خط النهاية نحدد سرعة كل من السيارتين من قانون السرعة وتساوي المسافة على الزمن ونسجل النتائج في جدول كالآتي فنلاحظ أن السيارة رقم اثنين أسرع من السيارة رقم واحد نضع واحد السيارتين مقابل الأخرى وندعها تتحرك ونلاحظ مكان التصادم النتائج عندما تكون سرعة السيارتين متساويتين فإنهما ستصطدمان عند منتصف المسافة بينهما بينما إذا كانت أحداهما أسرع فإنهما ستصطدمان في نقطة أقرب إلى موقع السيارة الأبطأ ترجمة نانسي قنقر